مصري أعطت نعم محمد إذن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت برج الجلاء حسب التهديد الذي أعلنت عنه ربما ستكون هناك ضربات متتالية هذا البرج كبير مكون من 11 طابقا وكما ذكرنا أن الطوابق العلوية أو الطابق 11 يضم قنوات إخبارية ويضم وكالة الأسوشيات دي بريس دعيني أذكر عنك قبل نحو ساعة بناء على تهديدات من الجيش الإسرائيلي دعيني أذكر بأن الجيش الإسرائيلي كان قد أعطى مهلة ساعة واحدة لحارس هذا البرج المؤلف من شقق سكنية وفي طابقه العلوي مكاتب بعض المؤسسات الإعلامية مثل قناة الجزيرة أو الأسوشيات دي بريس من أجل إخلاء هذا البرج قبل استهدافه بصاروخين من طائرة استطلاع وكنت تقولين قبل قليل بأنه سيتم استهدافه أوهده بالكامل هذا بالفعل ما حدث للتو تركزت الغارات في منطقة عم منطقة في الساعات الأخيرة ويسام الآن الغارات موجودة في كل قطاع غزة بالأمس كانت الغارات قد تركزت في مناطق الجنوبية من القطاع رفح وخان يونس وأيضاً المحافظة الوسطى مثل البريج والنصيرات ودير البلح وأيضاً تركزت في المناطق الشمالية بيت لاهية وبيت حنون هذا بالأمس ولكن اليوم الغارات الإسرائيلية تستهدف كل المحافظات في قطاع غزة هناك غارات وقعت في مدينة غزة وسط مدينة غزة وأيضاً لا تزال الغارات مستمرة في المناطق الجنوبية في خان يونس حيث تم استهداف شقة سكنية في الحي الإماراتي في خان يونس صباحاً هذا اليوم أيضاً المناطق الغربية القريبة من ساحل غزة لمدينة غزة تعرضت لقصف حيث استهدفت الطائرات الحربية مقراً لكتائب القسام موقع للتدريب في منطقة تعرف بمحيط أبراج المقوسي إذن اليوم الغارات متفرقة في جميع أنحاء القطاع على ما يبدو أن التصعيد قادم هناك تهديدات من قبل الطرفين حركة حماس عبر كتائب القسام تقول بأنها لن تسكت عن قصف المدنيين أو استهداف المباني السكنية وبالفعل كانت قد أطلقت عشرات أصواريخ باتجاه دل أبيب وهذه إسرائيل تقصف هذا البرج هذا المبنى الذي عليه الآن هذه الهوائيات أو هذا الهوائي الكبير هو برج الجلاء أم مبنى خلفه من حيث نرى الدخان نعم نعم انتبهي وسام إذن نشاهد في الصورة مشاهدين الكرام هذه الصور المباشرة حتى الآن ولكن محمد أريد أن أنوه أن حتى الآن برج الجلاء يقف صامدا حتى الآن لم يقع هذا البرج تعرضا لثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية الصواريخ التي من شأنها أن تسقط هذا البرج ولكن حتى الآن لم يسقط إذا كنت تلاحظ في الصورة هناك بناية سكنية لونها أبيض وأخضر هو هذا برج الجلاء وبالفعل كما ذكرت أن الطابق العلوي هو مخصص للصحفيين يقفون هناك لرسائلهم الصحفية هذا البرج ربما محمد عملته به لسنوات لدى وكالة الأسوشياتي دي بريس يضم الكثير من الصحفيين الأجانب أيضا وعلى ما يبدو أن بالتأكيد تم إخلاء كل الصحفيين وكل السكان من هذا البرج ولكن نستطيع أن نقول بأنه أيضا يقع في حي سكن مقتض ويقع في منطقة تجارية أيضا الأضرار ستكون بالغة جدا إذا سقط هذا البرج عادة كم تعطى مهلة يعني ذكرتي مقارنة بأن مهلة الإخلاء أعطيت ساعة لهذا البرج وهي مهلة ضيقة في العادة كم تكون المهلة مهلة الإخلاء المطلوبة؟ إذن يبدو أنه تم هد برج الجلاء كاملا كما نرى في هذه الصور مباشرة نعم إذن هذه الصور تأتينا مشاهدين مباشرة من غزة حيث هدت الغارات الإسرائيلية برج الجلاء وهو برج مؤلف من 11 طابقا أغلبها شقق سكنية وفي الطوابق العلوية مكاتب لقلوات ومؤسسات إعلامية كانت السلطات الإسرائيلية أعطت مهلة ساعة واحدة لحارس البرج ولمقيمين به لإخلائه قبل أن تستهدفه بالصواريخ الصواريخ استهدفت في البداية صاروخان من طائرة استطلاع استهدفت أساسات البرج ثم صاروخ ثالث لم نستوضح مصدره بالضبط لكن خمسة صواريخ تقريبا على حسب ما رأينا الآن في هذه الصور المباشرة كانت هي التي هدت هذا البرج برج الجلاء وهو أحد الأبراج الكبيرة والقديمة أيضا في مدينة غزة حيث كانت وسائل الإعلام تعمل هناك كما أفادت بذلك مراسلتنا وسام ياسين